كما ودع المشيعون جثمان الشهيد النقيب محمد وهبة الذي كتب على حسابه في فيسبوك عبارات عن إحساسه بقرب استشهاده وفي المنوفية شيع أهالي أشمون جثمان الشهيد أمين شرطة شعبان محمد عبد الحميد في جنازة عسكرية وشعبية حاشدة وتبنت حركة حسم الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث مش بالعدد لم أم حزنت على الولد سبت البطل زي الوتد قال المهم من البلد ما تتهدش يا أمي بلاش تحزني تبكي لأنه مجاش بتترجم بكم فيك عاش ودول عايشين الأغنية اللي شفتوها دي بصوت الشهيد محمد وهبة الشهيد محمد وهبة جماعة حالة يعني لو أنت عايز تدلل على عناق الاستشهاد وانتظار الاستشهاد والتصالح مع الموت ومع الاستشهاد وانتظاره وكأنك تعرف موعده بحسك يعني محدش بيعلم الغيب طبعاً ولكن هو شعور وجداني داخل هذا الشخص ادرس حالة محمد وهبة سواء في البصت اللي كتبه مبارح اللي قلنالكو عليه اللي شايفينه ده على الشاشة وهو الحقيقة بصت بيوضح تماماً يعني يعني الناس ازاي بتستعد حقاب الرب كريم يعني وبيدعو فيها لأنه الناس تسامح بعضها ومحدش واخد من الدنيا حاجة وانك يعني قابل ربك بقلبي سليم والدنيا لحظة يعني حالي وده كتبها قبل الاستشهاد باقل من ساعة ونص أو ساعة ونص يعني هنا حالة محمد وهبة تيديك لو عايز تعمل تحليلاً نفسياً ووجدانياً للشهيد وهل هو بيستقبل حالة الاستشهاد ازاي وبيشعر بيها ولا لا لأنه احياناً في عملات استشهادية تلاقي القب يقولك ايه ده كان ابني بيكلمني مبارح وبيقول لي وكأنه كان يتوقع استشهاده انه والله يعني ده احنا حنقابل ربنا يعني هنا تلاقي دايماً كلمات الشهيد قبل ساعات قليلة من استشهاده وكأنها تعبر عن هذه الحالة اللي ما بيحسهاش لنا ولا انت ولا اي حد يشعر بها الشهيد واحد وكمان محمد وهبة حالة بيغني يعني شايفين حالة وبيغني كمان عن التسامح والوحدة الوطنية وعن مواجهة الارهاب وعن استهداف كمائن الشرطة شوفوا ازاي بيستخدم الفن اللي هو لغة حياة ولغة وجدان ويستخدم هذه اللغة في التعبير يعني حتى نشوف الاغنية دي فيه اغنيتين فيه اغاني لمحمد وهبة لكن شوفوا ازاي ضابط شرطة يقاوم جماعات ارهابية يحمل سلاحه ويحمل معداته العسكرية في المواجهة لكن كمان عنده يقين داخلي وعنده سلاح تاني الفن والاغاني اللي ربما بيحفز نفسه بيها وبيحفز المجتمع بيها دي اغنية تانية ايضا فيه اغنية اوزيعة وده اغنية لمحمد وهبة عشان تشوفوا ازاي حالة محمد وهبة الشهيد محمد وهبة تستدعي التحليل النفسي والوجداني لشخصية الشهيد يوم صلاة نحن الاثنين جمعة وحد قاموا قتلين حن واخوه احمد في جمين وانا فرق بين ملا ودين قالوا علينا اننا كفار واللي بيقتلوا دل شطار الفجرين داخلين الجنة وعارفين من داخلين النار لما ازان القدس لغوا من باب كنستهم ازعوا ازنوا فيها الله اكبر مسلم ومسيحي عادفو انتو اساسا فكرك وجد موت الناس في حياتكم سهل لو قرآننا وكان ينجينا عمر الدين هيحل القاتل افضل صحبي حبيبي مريس غالي علي وانت الخيس ولا تسوى في حياتنا تعيش انت جبن وضعيف يا خسيس لما ازان القدس لغوا من باب كنستهم ازعوا ازنوا فيها الله اكبر مسلم ومسيحي عادفو لما ازان القدس لغوا من باب كنستهم ازعوا ازنوا فيها الله اكبر مسلم ومسيحي عادفو شهيد كما يحمل سلاحه لكن شوفوا كمان استخدامه للغناء واستخدامه للفن وانطقاءه لكلمات كلها بتعبر عن الوحدة الوطنية وعن التسامح والتجانس لغة الحياة تجدها في شهيد فارقنا منذ ساعات قليل لكن كل ما فيه يتعلق بالحياة لو عايز تتعلم فن الحياة هتتعلمها من شهيد بهذا الشكل لو عايز تشوف شهيد ازاي بيعيش هذه الحالة حالة عناق الموت ولحظة الاستشهاد وعدم الخوف منها واستقبالها وكأنه يحتضنها حللوا شخصية الشهيد محمد وهبة تعالوا نشوف جنازة الشهيد محمد وهبة ايضا التي اثارت مشاعر الجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا وكان بيقولهم ايه مش عايزي كفرهم حتى مش عايزي كفرهم ما عاش راجل وما ماتش ووزي ربنا ما بيقول وحقه لنا وحقه عند ربنا وحقه هيجي سيدات في الدنيا وفي الاخرى هو راجل واخر مرة شافهم بارح كان بيصلي والله العصين ماخب ربنا شافكم بيصلي عاش راجل ومت راجل مت راجل وكفاية سرته في شغله وفي اصحابه اخوه يا شئيل وحيده الحمد الله الحمد الله الحمد الله يقول لي خدي بالك من نفسك مش عايزك في يوم تباتي زعلانة فبقوله يا محمد انا كويسة ما فياش حاجة قال لي بس انا بقول ليه كده خدي بالك من نفسك وكان عمال بيأكل مصاصة فانا بتحك عمالة بتحك معاه قوله انت بتاكل مصاصة يا محمد قال لي اه انا لسا عيل ودي كانت اخر مرة اتكلمنا فيها ومفرض ان هو كان عزمنا النهاردة كما جمعنا كله عنده في البيت وكان بيقول لي معدنا بكرة الساعة ثلاثة معدنا بكرة ساعة ثلاثة ان كنتم تخيلة معدنا بكرة دي على الغداء مش معد الفراء بتاع حزب الله ونعمى الوكيل فيهم يا رب واحنا عايزين القصاص لان كل يوم البناء بتوجه على ناس رايبين لنا قال لي يوم الثلاثة هنتقابل وتعالى نتقابل ونخرج ونبقى مع ناس قريبا فقدينا النهاردة الثلاثة وقريب جرمى ومحمد بس تعبانا حتى قصيدة بتاعتي الشهداء وم الشهداء كل حاجات دي كان نقلفهم ممكن كان عنده استعادات كان هو كان عنده استعادات هو كان دايما بيقعد يقول لي ان انا نفسه بقى شهيد لما كنا بنتكلم عن الناس بتوع الشهداء السيناء كان بيقول لان انا نفسه بقى زيوه كان مقرب من ربنا والحمد لله ربنا جابه عنده تمانى ان انا حصله ان شاء الله شهيد برده لا والله العظيم اتمنى حصله شهيد شهيدة نعمة كبيرة من ربنا النهاردة هو بغسله النهاردة شهيدة نعمة كبيرة من ربنا حصله حصله موسيقى 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 موسيقى